السلام عليكم صباح الخير الآن الساعة السابعة صباحا لكن يوجد خبرين جد مهمين تحديريين الخبر الأول أحدر فيه جميع الناس الذين يعيشون في مدينة زالتسغيتا أو في مقاطعة أنيدا زاكسن هناك شخص مسلح خطير هارب الآن من العدالة قام ليلة أمس بقتل صديقته كان يعيش معها من زمان عندهم أربعة أطفال كانت بينهم خلافات عائلية حول الأطفال افترق من بعض لكن يوم أمس قام بقتل صديقته عندها 30 سنة بمدينة زالتسغيتا في مقاطعة أنيدا زاكسن عندما حاول الهروب كانت هناك امرأة بالطريق أيضا قام بإطلاق النار عليها هي الآن بالمستشفى إصابتها خطيرة أحبائي الشرطة الألمانية ما زالت تبحث عليه عنده 38 سنة أحبائي وقد هرب بسيارة بيضاء وهي غولف سيارة غولف بيضاء هو الآن هارب الشرطة الألمانية لحد الآن تبحث عليه لا تعرف مكانه لحد الآن لكنه مسلح وخطير لذلك خدوا الحضر يمكن أن يكون ما زال في مدينة زالتسغيتا يمكن أن يكون اتجه إلى أحد يعني في مقاطعة أنيدا زاكسن أو اتجه إلى أحد المقاطعات القريبة من زالتسغيتا رجل خطير مسلح خدوا حضركم أرجوكم أحبائي وأنشروا هذا الفيديو وأخبروا به أصدقائكم في مقاطعة أنيدا زاكسن أو في مدينة زالتسغيتا أحبائي الخبر الثاني يهم بالخصوص المغاربة لماذا؟ لأنه يوم أمس حصل حادث خطير أو غريب أيضا بالقنصلية المغربية بمدينة دوسلدورف موظف في القنصلية المغربية بمدينة دوسلدورف عندما أتى إلى عمله وجد طردا بريديا باكيت كان محطوط فوق باب القنصلية أدخله معه إلى القنصلية فتحه وجد فيه قرص عندما طلع وأخذ ذاك القرص جاءته يعني هيك يوك غايتس يوك غايتس هو حكة نحن نقول بالمغرب حكة خطيرة أدت يعني حمرار قوي وألام قوية أدت به إلى أنه يعني جات الشرطة وجات الإسعاف وأخذوه إلى المستشفى لحد الآن الشرطة ما زالت تعمل التحقيق حول مجريات هذا الحادث هل كان هذا الحادث متعمد ضد القنصلية المغربية في مدينة دوسلدورف من قام بهذا الأمر هل يمكن أن يتكرر الله أعلم المهم أخبروا أصدقائكم المغاربة إذا كان عندكم أصدقاء مغاربة أيضا أخبروهم بهذا الأمر أحبائي إذن خذوا حضركم في مقاطعة أنيدا زاكسن مدينة زالتسبورغ هناك رجل مسلح خطير جدا قتل صديقته وخذوا حضركم إذا كنتم مغاربة ومتوجهين إلى القنصلية المغربية في دوسلدورف نتمنى أن تقوم الشرطة الألمانية بإلقاء القبض على المجرم الخطير الذي قتل صديقته إلى آخره ونتمنى أيضا أن شفاء للجرحة وأيضا للموظف المغربي وأن تقوم الشرطة بإلقاء القبض على الشخص الذي وضع هذا الطرد البريدي الخطير على القنصلية المغربية بمدينة دوسلدورف شكرا لكم أحبائي يجب أن أسرع كي لا أتأخر مع السلامة إلى اللقاء